هايدي وصفة مربى الشومر اللي هو الفنة الوصفة كتير مميزة وكتير مفيدة لأنه طعمتها كتير طيبة لأنه فيها الشومر يلي بيعطي طعم على يانسون منحط له شوية حبة حلوة منحط له حبات الينسون مع العطرة والمستكة وكمان ضفط له نجمة الينسون منحط معهن سمسا منحط معهن جوز بتكون طعمته كتير طيبة وكتير مميز بالنكهة الموجودة فيه وطريق التحضير وهيدي المكونات إضافتها المطيبات كلها بترجع لزاوكم استخدمت حبة شومر وزنة نص كيلو تقريباً بنغسلها ومنشيل هيدا الجزر اللي بيكون تحت اليابس ونبلش نقطعها تقطيعها لزاوكم بس أنا بعملهم مربعات بهيدا الطريقة علشان رح يتحملوا معنا طبخ لأنه شوية بياخد وقت عن نار لحتى يستوي عنا فمنقطعهم الشكل اللي بتكون ياه بس أنا بقطعهم مربعات شايفين كيف قطعتهم وإذا فيه هيدا الخصون المدورة منقطعها بالنص وإذا ضل فيه معاهم شوية ورق كمان ما ترموهم منقطعهم معاهم شفتوا حتى الورقات ضفتهم هلأ حطيتهم بالجات نص كيلو من قلب الشومر نص كيلو سكر ضفت عليهم وعصرت تقريبا نص ليمونة أو عصرة ليمونة حسب يعني ما هيأثر كمية الليمونة كتير بس ما منكتر أنا حطيت لهم عصرة حبة ليمونة واحدة وبقلبهم وبغطيهم نايلون وبحطهم بالتلاجة لتاني يوم حاولوا إنكم تقلبوهم بس مرتين علشان السكر ما يترسب بأرض الجات شوفوا هلأ صاروا عندي جهزين حطيتهم عليهم نايلون ومندخل الجات على التلاجة هلأ تاني يوم رح تشوفوا كمية سوائل فيهم بس أنا بنصحكم مع الخبرة والوقت كمان أنا بجهز لهم كل كبايتين سكر رح نحط لهم كبايت ماء فلما تعملوا وزنهم مثلا نص كيلو سكر أو استخدمتوا كيلو من الشومر بتحط لهم كيلو سكر فبتعرفوا كم قدى نسبة السكر يلي أنتوا ضفتوها على جنب عشان نقيس الماء لإلون هلأ عندي جوز محمص عنا حبة حلوة نجمة ينسون سمسم محمص والجوز دايما حمصوا شوي بالفرن حبتين مستكة ما من كتر مستكة أبدا وهيدا ينسون غسلته وصفيته كتير كويس وورقتين من نبتة العطرة المتوفر عنكن فيكن نضيفوه أهم شيء أنه الجوز يتحمص عنا عشان ما يطلع زيته بالمربا فصارت عندي كلهم جاهزين وهيدا الشومر كمان بعد ما طلع كل ميته تاني يوم حطيتهم بالطنجرة هلأ بدكنوا تحطوا الماء على السكر بتحطوهن هلأ أو أنتوا عم تطبخوهن على النار شفتوا أنه بدهم بعد هاي تقريبا نص معلقة صغيرة من الحبة الحلوة الشومر بس خليتها مطحونة خشنة يعني ما طحنتها نعمة طحنت حبتين مستكة مع السكر ومنضيفوهن من البداية أما الينسون قبل ما نطفي تحتهم وبخمس دقايق بحطوه عشان ما أغليه كتير ويمرر فبتكنوا تحطوا الماء من هلأ بتقدروا تحطوهن حطيت حبتان نجمتان ينسون أنا بس غليتهم وشفت كمية السوائل فيهم ضفتلهم الماء تكون مغلية إذا كانوا تسخنين معكم حطينا ورقتان العطرة فكل كبايتان سكر بدون كباية ماء بتضفوهن على البارد أو لما يسخن عنكم المربة ما بيأسر شفت فيهم نسبة السوائل قليلة فهلأ رح ضفلون الماء المغلية حسب أنا أدي حطيت سكر فتقريبا كانت نسبة السكر بداش كبايتين ونص عندي ماء ثلاث كبايت بيعتمد على السكر عنكم ولما غليتهم أنا حطيت عليهم الماء المغلية هلأ خففت النار أخف درجة وتركتهم يغلوا عندي على الهدى رح ياخدوا معكم شي ساعة ونص ساعتين لما تشوفوهن استووا عنكم بس بلس شو بدون خلص قطفي تحتهم حطيت اليانسون معلق الطعام ونص وحطيت عليهم كمان هلأ منضيف السمسم لمحمص منقلبون دقيقة شوي أول شي اليانسون حطيت السمسم لمحمص شي كمان معلق ونص الجوز على زهو أكون كميتوا شي تقريبا ثلاثة ربع كباية أو جوز مفروم على السكينة وقلبتهم كلهم سوا بهيد الطريقة لازم تاخدوا حبة وتقطعوها بالسكينة وبس تشوفوا حبات الشومر صارت عنا شفافة معنات استوى بس تقطعوها بالسكينة بكل سهولة خلص حتى لو كانوا عن نار وشفتوا ميتهم قليلة وبعضهم آسين فيكنوا تحطوا مي مغلية ما بيأثر فما تخافوا يعني ما حيصير شي لأنه بالنهاية بدنا نشوف الشراب عنا صار مقطر بهيد الطريقة طفيت تحتهم وصاروا عندي جاهزين هلأ راح حطهم بمطربان زاز معقم شفوا ما أحلى لونهم مع الجوز الينسون والسمسم عطرة مستكا نجمة الينسون كلها مطيبات بتشاهي حتى كمان حطينا حبة حلوة نصمع لأصغيرة من البداية تعطيها نكهة وطعم كتير طيب هلأ بتعبوه هون شايفين الحبات كيف لونه صار عنكن شفاف هيدا خلصت هون بنعرف انه امربة الشومر صار عندي جاهز وما تخافوا اذا شفتوا السوائل قلت والشومر ما استوى تقدروا تزودوا عليه ماء مغلية شلت العطرة وشلت نجمة الينسون منهم وهلأ رح نعبيهم بالمطربان ما تنشفوا الشراب كتير منه بدنا كمية من السائل يلي فيه عشان لما نقدموا ما يكون كتير جامد بتخلوه على طاولة المطبخ بتخلوه بالتلاجة متل ما بتكون ما رح يصير عليه شيء أبدا شلنا نجمة الينسون فيكن تخلو حبي واحدة بالمربة ما بيأسر وصار عنا جاهز بس طبعا برد أنا حطيته بالمطربان وهيدا مربة الشومر اللي نكهته كتير مميزة وكتير طيبة طيبة كتير تحطوك حشوة مربة تين أنا بجيب التين الناشف بنقعب ما يمغليه شوي وبهرسو بعمل عليه كاكة وفيكنوا تحطوا فيه هيدا المربة أو أي كاكة بيضة تحطوه لها مطيبات عطرية على زوقكن وتعملو حشوة أو بتقدموه كنوع من المربة لوحده وصفة ولا قطيب